في نقطة مهمة الحقيقة في موضوع جوني ديب وأمبر هيرد طبعاً يعني النقطة دي أنا حبيت أن أنا أوضحها النهاردة بالذات تقدروا تقولوا كده أنه في ناس كتير أو خلينا أقول أنه بالفعل في ناس كتير جداً متعطفة مع الزوج اللي هو ديب ضد طبعاً أمبر وخصوصاً لما طلع في المحكمة وقال أنه هو كان بيتعرض للعنف منها لدرجة أن هي كانت في مرة دربته بإزازة فاتسببت في قطع صبع وهي قالت أنه هو كسر السرير عليها مرة كلام ده يعني هو بين اتنين ومفروض أنه هم فنانين كبار جداً وفي أمريكا يعني مش في بلد تانية يعني وكمان هو قال برضو أضف لكم قبل ما أقول لكم أنا بقول ليه الكلام ده قال إنها كانت بتضربه وإنها بتضربه وإنها ضحية العنف إنه هو ضحية العنف بتاعها وكمان إنها شهرت بيه وأمبر هي كمان قالت إنه ده إن هو كان مضمن وبيشرب كتير فكان لما بيشرب أو كان بيضربها يعني لكن يعني في النهاية إن محكمة قالت كلمتها وحكمت لصالح جوني ديب بغرامة عشرة مليون دولار دولار يتبح دولار دولار يتبح دولار يا جماعة الستة هتتفح عشرة تعرف تتفحهم ولا لأ أصلا ده أنا بفكر نعمل لها جامعية لو كل واحد دفع لها دولار هنلملها من الناس اللي اهتمت بالموضوع على السوشيال ميديا يلملها يعني طيب إيه اللي حصل اللي حصل إنه فيه ناس من اللي بينصروا قضايا المرأة في أمريكا معترضين على حكم المحكمة وشايفين إنه هو حكم ظالم وأنا كمان على فكرة شايفة ده أنا كبسمة أنا متضمنة متضمنة مع الكاتبة أمي بولاكو الكاتبة أمي بولاكو متخصصة في قضايا الطلاق وضحايا العنف المنزلي قالت إيه بقى هذه الكاتبة قالت إنه أمبر تظلمت وإنه لو فيه جايزة اسمعها بقى الجملة دي كويس قوي قالت إنه لو فيه جايزة أحسن ممثل فهتروح لدب عن دوره في خداع المحكمة وقالت إن قضية دب وأمبر فتحت المجال للكلام أكتر عن إصلاح نظام محاكم الأسرة ده فين ده؟ ده في أمريكا عشان إيه؟ تركزوا معايا ده فين؟ في أمريكا ده فين يا جماعة؟ في أمريكا وقالت صحيح إنه دب كسب القضية وكسب فلوس كتير من التعويض اللي حياخده بس ده يعني قالت إنها بتعتبر إن ده مكسب خادع لأنه في الآخر خسر اللي أكبر من الدولارات خسر إيه؟ خسر سمعاته ترجمة نانسي قنقر